اشتركوا في القناة اشتركوا فيديوهات تفيدكم في ان انتو توفروا من استهلاقكم للحبوب ومن تكلفة تربية العصفير وطبعا اي معلومات بنقدمها لكم العصفير عشان تستفادوا بيها ما بنقدمهاش لكم الا ازا كنا جربناها على طيورنا وتأكدنا ان هي ما ضرطش الطيور قبل ما نقدمها لكم وكلامنا في الفيديو ده هيبقى عن الحبوب اللي مستخدمة الامنة للطيور اللي ممكن تستخدمها كبدائل للحبوب زي البلكم والفلال وبتمنى منك لو انت اول مرة تشوفني وماشتركتش في القناة تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان كل الفيديوهات اللي بنقدمها والنزلها تستفاد بيها وطبعا ما تنساش كمان لايك على الفيديو لو عجبك او استفدت من زي ما قلتلكم وزي ما انتو شايفين ما بقدمش اي فيديو بخصوص تربية طور الزينا ينفعكم الا ما ببقى جربته على الطيور وفي الفيديو اللي قدامكو ده زي ما انتو شايفين ده البديل اللي انا باستخدمه للحبوب بعد ارتفاع اسعر والبديل زي ما انتو شايفين الطيور بتقبل عليه وبتاكل منه زي ما بتاكل من الحبوب بالزبط طبعا الطيور اللي قدامكو دي انا منعت عنها الحبوب نهائي وده عشان استخدم الحبوب اللي قدامكو دي كبديل للحبوب واشوف الطيور تقدر تستغنى عنها وتقدر تشتغل وتقدر تنتج والحقيقة اني كانت النتيجة كويسة جدا الحبوب اللي قدامكم اللي ممكن تستخدموها لطيوركم هم 3 حبات اساسيين هم اللي لازم تستخدمهم وما تحاولش ان انت تدخل اي حبوب غيرهم لان دي اقمن حاجة جربتها لحد دلوقتي في ان انا اقدمها كبديل للطيور وعشان ما نطولش في المقدمة تعالوا دلوقتي الروح نعرف ايه الحبوب دي وطريقة تجهزها قبل ما نقدمها للطيور الحبوب يا شباب اللي قدامكو دي واللي ممكن نستخدمها للطيور هي حبوب الامح وحبوب الدرة العويجة وكمان الحبة التالتة اللي هي الحلب والحبوب اللي قدامكو دي هي الحبوب اللي انا بقولكو عليها ولكن بعد ما تم استنبتها لحد دلوقتي دي اقمن حبوب ممكن تستخدمها للطيور بديلة للفلارس والبلكة والحبوب اللي قدام حضراتكو دي يا شباب بتتقدم للطيور بطريقته الطريقة الاولى واللي هي قدام حضراتكو دي هي عن طريق استنبتها قبل تقدمها للطيور وممكن تستنبت كل نوع من الحبوب ده لوحده او تستنبتهم مع بعض تخلطهم على بعض وتستنبتهم في الحالتين ان شاء الله مفيش ضرر للطيور وان شاء الله هنبقى نعملكم فيديو منفصل عن طريقة استنبات الحبوب ولكن اختصارا للوقت انا جاهزت لكم الحبوب مستنبتة عشان اعرفكم بنقدمها للطيور ازاي بعد استنبات الحبوب بالطريقة اللي انتو شايفينها دي ببدأ بعد كده ان انا اضرب الحبوب دي لو اقدمها لطيور صغيرة زي الباجر الاسترالي اللي انتو شفتوه من شوية بضربها في الكابة ضربة بسيطة بحيس ان الحباية حجمها يصغر والعصفور يقدر يكلها بدون ما يهضر في الحبوب لان لو الحب كبيرة على العصفور بياخد منها جزء وبيقعها الجزء التاني في ارضية القفص وما بيقدرش ان هو يجيبه ويكله بعد كده فعشان كده في النوع ده من العصفير الصغيرة زي الباجر الاسترالي او الزبرة يفضل ان انت هتضربها ضربة بسيطة في الكابة قبل تقدمها للطيور اما في العصفير اللي احجامها كبيرة زي البركادولو والكوكتيل فممكن تقدمها زي ما هي كده ولكن بما ان الفيديو انا مقدمه للأسترالي لعصفير الباجر الاسترالي فانا خدتها وضربتها في الكابة وبقت بالشكل اللي انتو شايفينه ده بعد التجهيز في الكابة بقدمها للطيور وزي ما انتو شايفين الطيور بتقبل عليها وبتكلها وتعودت عليها زي الحبوب التاني ودي طريق تقديم الحبوب دي كمستنبت طب ينفع قدم الحبوب دي بطريقة تانية طبعا ينفع تقدمها بطريقة تانية بان انت الحبوب بعد غسلها كويس بتنقعها لمدة 24 ساعة وبعد كده بتقدمها للطيور بدون ما تنقع النقع مباشرة وبتقدمها للطيور بنفس الطريقة لو طيور صغيرة في الحجم زي البودجي او الزبرة بتضربها في الكابة بحيس ان انت تصغر الحبية شوية وبعد كده بتقدمها او لو انت من مربيين الطيور المتوسطة زي الكوكتيل والبركادلو فممكن تقدمها بحالها والطيور ما بيهدرش منها والحبوب دي ممكن تغنيك عن الحبوب اللي هي الأساسية زي الفلارس والبالكم خصوصا بعد ارتفاع أسعارها بالشكل المبالغ فيه ممكن تعتمد عليها للطيور كغذاء أساسي وتستغنى عن الحبوب او ان انت تستخدمها كمساعدة مع الحبوب في النهاية تقلل استهلاكك للحبوب ولكن من بعد المشاكل اللي بتواجه المربيين في تقديم اي واجبات اضافية او حبوب مختلفة عن اللي الطير متعود عليها هي ان الطيور ما بتقبلش عليها والحل الوحيد للطيور عشان تاكل اي واجبة تأتمها لها جديدة ان انت لازم تقدم الحبوب دي للطيور على جوع وهي جعانة جدا عشان تقبل عليها وتاكله ولكن ما بنصحكش ان انت تقدم اي واجبات تعود عليها طيورك في الفترة اللي بيبقى تحتها بيد او زغليل لان بيكون النتيجة في تجويع الطير لتعوده على الحبوب دي او اي واجبة اضافية ان هو بيهجر البيد لو نتاعي ورقد على البيد او بيهجر الفروخ لو هو تحت زغليل ومحتاج ان هي تاكل فبيهجرها وما بيأكلها فالوقت المناسب لتعود اي طيور على اي اكل وهي فضية لا تحتها بيد ولا تحتها فروخ صغير فعشان كده انا كمربي اي وجبة اضافية بحب اعود عليها طيوري ما بجربهاش ولا حاول ان انا اقدمها الا للطيور الفضية اللي مش تحتها اي عشوش لا بيد ولا فروخ فلو انت عندك طيور تحتها فروخ او بيد لازم تتجنب ان انت تقدم لها الوجبات دي لو هي مش متعودة عليها الا بعد فطام الفروخ نهائيا ويبقى الجوز مستقل ما فيش تحته اي عشوش وديها شباب المعلومات اللي قدرنا نجمعها لكم كبديل للحبوب مستنين تعليقاتكم الجميلة لو حابين تعرفهم ازاي بنستنبت الحبوب دي الطريقة بالضبط من الالف للياء بطريقة سهلة وبدون ما يحصل للحبوب اي عفون ممكن تضر الطير في المستقل لو محتاجين الفيديو ياريت تكتبولي في التعليقات وان شاء الله بجاهز الفيديو وبقدمه لكم تستفدوا بيه وبكده يكون الفيديو النهاردة انتهى شكرا للمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة